واحد من أصعب المواقف اللي ممكن تحصل في الدنيا إنك أنت تعزي نفسك في وفاة حد فعلا عزيز عليك إلى درجة كبيرة أوي وستزي صديقة حياتي أنا يمكن اتكلمت عنها كتير قبل كده باعتبارها صحبة فضل علي وباعتبارها صحبة فضل على العديد بل كثيرين بل عشرات من الجيل بتاعي هي تتوسط الصورة اللي حضراتكم شايفينها أستاذ يوسري غرابة الله يرحمه يا رب زميلي محمد الجندي شرباجي لابس الكاب اللي انتوا شايفينه يحياء صاحب الشعر الطويل اللغارة وستزي عبد الرحمن صبحي يعني رحم الله من انتقل إلى عالم آخر وترك دنيانا وربنا يدي الصحة لزملائي الأعزائي اللي لسه أحياء في هذه الصورة أستاذ صديقة حياتي ليها حقيقي فضل على العشرات من الجيل بتاعي وليها فضل خاص علي أنا تحديدا أستاذ صديقة حياتي بالمناسبة وده حاجة لازم يعني انت تبقى عارفها أستاذ صديقة حياتي واحدة من أخلص الناس لمهنتها وواحدة من أكتر الناس اللي مهنيين وهم بيشتغلوا وتنحي دايماً أي انحياز شخصي أو ذاتي عندها فكري عاطفي مش دا المهم المهنة ودت المهنة عمرها كله بالمعنى الحرفي عمرها كله وحبت مهنتها لدرجة غير طبيعية كان لازم تقعد تتفرج عليها وهي بتتكلم على مهنتها كمزيعة وبالذات هي اشتغلت كمزيعة تليفزيون بالأساس أسف الراديو بالأساس وهي واحدة من الجيل الأول المؤسس لإداعة الشرق الأوسط وكان لها بعد كده بفترة برنامج تليفزيونية هنا لكن لازم تشوفها هي بتتكلم عن الإزاعة وعن سحر الإزاعة وعن أهمية مزيع الإزاعة وعقله وحكمته وثقفته وعمقه ولازم تشوف إزاي الأستاذة صديقة كان عندها إيمان حقيقي بالعيال الزغيرين اللي كانت بتستخدم دايما لقب كده أظن اختراع مصطلح تقول كن كن تقولك أنت لسه كن كن يعني صغير جت لها سنة 98 وكنت ألدغ في حرف الراء بقول كده راء وتبنتني وعلمتني وقالت لي هتنطق حرف الره يعني هتنطق حرف الره يا ولا بالضبط كده ونطقتني بالعافية قالت لي بالمناسبة احنا كده معالجناهوش بس على الأقل لما هتقف قدام الشاشة ولا وراء ميكريفون هتبقى بتنطق علمتني إزاي يبقى عندي مخارج ألفاظ سليمة وعلمتني إزاي أعبر عن الكلمات كانت تقعدني أقول القصيدة بتاعة وقف الخلق ست مكلسوم وتلهاش معنى قلتي لأن فيها كل المصطلحات والكلمات اللي هتحتاجها علشان تحس بقيمة كل كلمة ومعناها وطعمها وبعدين تبنتني بقى تبني مزهل جدا ورائع وكانت تقولي أنا كده عندي ابنين يوسف ويوسف يوسف ابنها يوسف ألتاي اللي حضرتكم تعرفوه باسم أبي يوسف نجم راب المصري الأشهر على الإطلاق وأيضا أصبح ممثلا والبقية في حياتك يا يوسف واعتبرتني ابنها يوسف التاني بس أنا أكبر من يوسف ألتاي شوية شويتين ثم أعادتني معه أستاذ محي محمودة الله يرحمه الكاتب والشاعر والإذاعي العظيم وقالت له خد بالك من الودة يا محي وستاذا صديقة من الناس اللي عمرها ما اعتبرت أنه الفلوس شيء مهم على الإطلاق وكانت تقول لي جملة لطيفة تقول لي أنا والدكتور محمد زوجها العزيز ما بتفرقش معنا الفلوس إحنا بكل الأحوال مبسوطين المهم إن إحنا بخير بسندويتش فول إحنا مبسوطين فأدخن مطعم إحنا مبسوطين وبنحب نخلص الفلوس بسرعة أو الله كان دايما تقول كده أستاذ صديقة لمن لا يعلم هي سهمة وشاركة المشاركة الأكبر في تأسيس الإذاعة الناطقة بالعربية في دولة اليابان طلبوها بالإسم مش بس كده أستاذ صديقة سهمت في إنشاء وتأسيس مجموعة من أكبر القنوات اللي أنت بتتفرج عليها دلوقتي دربت العشرات بل كل المئات داخل هذه القنوات وخارجها وداخل هذا المبضى العظيم دي الأستاذ صديقة حياتي في ناس في حياتي وقد يكون دي مشكلة فيها والله ما بتصورش إن هم ممكن يسيبوا الدنيا وما بحبش هفكر إن هم ممكن يسيبوا الدنيا زي الأستاذ صديقة أنا عمري ما تصورت أنا هتتوفر وما تحاكمنيش وما تحاسبنيش بمنطق الحلال والحرام أنا عارف إن كل الناس أتموت بس أنا كده اعتبرها عيب كانت تاخدني معاها الشرق الأوسط كل يوم خميس تقول ليه قعد تفرج وتعلم الله يرحمها احتمعنا على التليفون أستاذ عبد الرحمن رشاد طبعا غاني عن التعريف ورئيس الإذاعة الأسبق أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد الرحمن أهلا بك يا أستاذ يوش حياتك يا أستاذ عبد الرحمن حياتك البقية والعزاء لكل الإذاعيين الجادين الإذاعيين المحترمين اللي يحترموا ويحترمون فن الإعلام والإعلام الإذاعي خاصة صحيح صديق حياتي أنا في لقاء سابق معك قلت إن هي وهل الحديدي إحنا لما دخلنا الإذاعي كنا نسمينهم ناظرات الضبط والربط في الإذاعي أيها وفي التنفيذ صديق حياتي واحدة من تلميذات الإذاعية التي أسست فن تدريب الإذاعي السيدة أميم عبد العزيز صحيح وزينب سودان والنجمات اللي إحنا الحقيقة إيه ساعدنا بالعمل معهم وكان أنا حياتي لم أشرف بالعمل في ذاعة الشرق الأوسط مع السيدة صديق حياتي لكن دلوقتي والزميلة المعدة بتكلمني فجأت بإن أحمد ابني بيقول لي دي مامة أبي يوسف واحد من مؤسس الراب صح أحمد ابني ده طالب في الجامعة فقلت له قلت له الله ده صديقة ما ثابتش كمان إنها لعبة دور في الإعلام الإذاعي وفي الإعلام التلفزيوني وفي تأسيس الإذاع العربية في اليابان كمان يعني ربت لنا وربت يوسف الحسين ربته لغويا وكانت أمه التانية يوسف يتشرف فعلا كانت أمه التانية والله العظيم فالحقيقة صديقة أنا الحقيقة صديقة كان دايما بالنسبة لي كانت مرادة للانضباط الشديد في تنفيذ الهوى في قراءة الأخبار وفي اللغة رغم إن إذاعة الشرق الأوسط كانت كما تعلم أنت يوسف كانت إذاعة خفيفة إذاعة تجارية أيوة لكن في الضيئة كانت بتحرص الحرص الشديد زي ما أنت قلت على اللغة اللغة العميقة جدا اللغة المثقفة اللغة الفنية حتى عندما تقدم برنامجا كانت بتعمل برنامج مع محمود معروف إذنه منوعات رياضية منوعات رياضية تخيل كانت بتحرص على أن تؤدي فيه دعمية المثقفين مصطلحات قلة القدم وأخبار اللاعبين وكانت بتدي دروس في كيفية لانضباط اللغة أمام الميكروفون الحقيقة صديقة حقيقة حتى في معاملاتها معانا كانت ستة قوية الشخفية معتدة بالصوت يعني كانت حتى معتدة بالصوت كانت دايما لها شعار تقول إيه ارفع صوتك حتى أراك ما تتكلمش الجوة اتكلم لبرة طلع حروفك طلع ما تريد أن تقوله ما دمت تتحدث بحروف سليمة وبلغة سليمة وطبعا الحقيقة لا أحد ينكر فضل صديقة حياتي في المشاهمة في تأسيس القناة الفضائية المصرية طبعا وأنت واحد من ونبل الفضائية طبعا يعني لما سلمتك أستاذتنا ربنا يطول في عمرها سناء منصور لصديقة حياتي أيوة يعني سلمتك عشان صديقة حياتي تعلمك العربي أستاذة سناء قلت لها فكرتني لما حكيت لحكاية الراء برائد المسرح زكي طليمات لما تسلم ساتن حمامه وكان بتنطأ الراء غاء أستاذة سناء جابتني هتنطأ الراء هتنطأ الراء جابتني من إيدي بالضبط كده آه تعالى وراح تريحة لأستاذة صديقة لها صديقة نطقي فأنا بصيت كده أستاذة سناء قلت لها أصلنا آياتلي هتنطأك ما تقلقش آه طبعا طبعا آه سعد زمين سعد سعد في الشرق الأوسط زمين نفاء عمر عبد الحميد آه أمل مسعود آه أقول لك مين إيمان هندلوت في كل دول كانت تصديق حياتي بالنسبة لهم الأستاذة والمعلمة وكانت لها على فكرة كمان عايز أقول لك حاجة يعني شوف في عز نجومية برنامج تسالي وإيناس جوهر ومحي محمود طبعا وإمام عمر كان برامج صديقة حياتي برامج لها مستمعوها لها مستمعوها ومتحبوها صحيح اللي ينتظروها وكانت كمان عندها حضور شديدة على الهوى لدرجة أنه آه لما بدأنا ما يسمى بالإزاعات التفاعلية مع المستمعين أحد المستمعين آه يعني آه قال كلمة نابية على الهوى وصديقة حياتي مزيعة الهوى وكان وقتها رئيس إزاع الأسفة من عمر ففي لحظة كده في ثانية صديقة حياتي أدركت الموقف وردت على المستمع دون أن يدري أي حد أن هذا المستمع تلفظ بلفظ ناب تخيل يعني حضورها كان شديد وكانت كمان أقول لك على حاجة كمان كنت عارفتها كانت تحرف أوي على أن المزيع يبقى مهندم أوي مهندم عارف كلمة مهندم يعني تقول لي آه وهو مش الهندام في اللغة العربية فقط هندامك مظهرك كمزيع مش يعني عشان أنت مزيع راديو ومش هتطلع على الشاشة تتيجي من بيتك مبهدل لا لازم تبقى مهندم وأنا الحقيقة يعني سعيد بابنها يعني أحمد ابن أنا بسمع شراب كما تعلم وأنا يعني من عشاق السيدة مكلسوم والسيدة تيروز والحليم لكن أحمد لمالي قال لي يا بابا دا دا احنا بنعتبره جيله بقى بيعتبروه هو واثنين كمان من مؤسس الراب في مصر دا أبي يوسف دا يعني بيسموه أبو الراب المصري يعني دا فعلا يعني ربنا يا رب يصبره وهي لما تزوجت على فكرة من زوجها الدكتور دكتور محمد أصدقائي تزوجت يعني تزوجت كبيرة في السن فاحنا كنا ايه نقول الله صديقها تتزوج غير الإزع تتزوج غير الإزع وعندما تزوجت يا أستاذ يوسف التزمت التزاما شديدا ببيتها اه والله وعصة كمان الدكتور محمد ألطاي دا راجل جميل وهادئ ولطيف يتحطى على الجرح يطيب يعني اه التزمت انا لما يعني صدر لي قرار بتعييني الرئيس الإزع حدثتني مرة واحدة في التليفون للتهنئة وقالت لكلمة واحدة علم الناس يا عبد الرحمن يا رشاد ما تعلمته مني انا وهالا الحديدي وبديع رفاعي وجملة الزياد وجلال معوض يعني شيلتك المسئولية يا أستاذ عبد الرحمن والله والله يا أستاذ يوسف في اللقاء للأداء وفي كله كانت سيدة الحقيقة كنا دايما نقول ايه اه ما هو هالا الحديدي معاها ختم بأسرار الإزع بحكم انها بنت عبد الحميد الحديدي وعاصرت صديق حياة صحبتها معاها ختم الانضباط الإجاعي اه والله يا الله يا رحمة يعني نعزي نفسنا يا أستاذ عبد الرحمن وندعو لها بالرحمة آمين يا رب وربنا يوفى ابنها يا رب يا رب يا رب ويقدم كما قدمت صديق إعلام جميل ومحترم هو كمان يقدم مع اختلافنا في الأسلوب اللي يقدم به لكن يقدم كلام محترم في أغنياته أكيد أكيد أنا بشكورك جدا أستاذ عبد الرحمن كل الشكر لأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإداعة الأسبق أستاذ صديقة وأستاذ عبد الرحمن بيتكلم فصورتها قدامي فوق في الدور الثالث في الفضائية المصرية كانت تلبس بانطالون واسع كده في تفض وتمشي تحط إيدها في جابها كده كان جيون من الجنب تمشي كده وتقعد تبص في هدوء وتشوف الناس قاعدة بتشتغل منشغلين بإيه طب اللي بيتحكوا بيتحكوا على إيه وهتشاركهم الدحك والهزار والابتسام مكتبها الزغانطوت في الفضائية وما كانتش تحب المكتب الكبير تقول لك المكتب الكبير دي حسسني بالوحدة والوحشة عايزة مكتب صغير وكانت هي تقعد تعمل الديكور بتاعة بطريقتها وبأسلوبها وتجيب حاجات من البيت عندها تحطها في المكتب ومكتب صغير بالمعنى الحرفي ترابست المكتب كلها لبعضها قد كده والله العظيم والمكتب كله صغير جدا وحط فيه كنبة جميلة جدا وحط عليه حاجات واشلان وحاجات وخدديات زغانططة كده لطيفة وبعدين لازم كل يوم تجيب لنا فطار عدوا فطاره معايا طبعا كان زملنا العزيز أسامة جلال سمسم ف يعني مش كانت بتحب أسامة ربنا يا صبرك يا أسامة انت كمان برضو جاي على بالي أسامة خال شفت ابنه قريب والله في الحوار الوطني لسه من أسبوعين قال لي أنا ابن أسامة وقتله عجزتنا لكن تقعد تمشي وتتابع وتشوف وكان عندها فعلا زي ما قاله عبد الرحمن انضباط مزل وفي نفس الوقت تواضع مخيف هي كانت بتجمع ما بين الهيبة المكانة الانضباط وفي نفس الوقت التواضع الهدوء خفة الظل واتقي شر الحليم إذا غضب زي مصديقة دي كانت بنت رجل عظيم عظيم اللي هو محمد حياتي عظيم الله يرحمه يا رب ويرحمها ويدي صحة ليك يا يوسف يوسف ألطاي معلش أنا متنكد فعلا يعني قوي أنا آسف يعني